بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اخوتي اخواتي مرحبا بكم معايا فيديو جديد اتمنى يلقاكم في احسن الاحوال يا رب وصفة اليوم هي كيكا محشوة بكريمة الحامض لعشاق الحامض اه كيكا رائعة اه شيشة اه سهلة سريعة اه اقتصادية والمضاق ولا اروع اه خليكم معايا باش نكتشفوا معا المقادير وطريقة التحضير ان شاء الله اول حاجة نبدو بها هي مقادير ديال الكريمة عندنا نص كاس وافي شوية ديال عصير الحامض وممكن تعوده بالبرتقال عندنا نص كاس كاس الى ربعة ديال السكار عفوا عندنا نصف لتر ديال الحليب ربعات المعالق اقبال ديال بودرة الكريمة باتيسيير او تعودوها بناشط دورة وهنا اه عندي اه قشرة ديال الحامض بالنسبة لطريقة اخواتي بسم الله غناخد السكار ديالي نخوف كاسرولا نزيد عليه آآ بودرة كريمة باتيسيير نخلطهم معا بعد نحاول نخلطهم زيان ونبعد نضيف القشرة ديال الحامض ممكن البنات الاستغناء على القشرة ديال الحامض وعاصر الحامض وتعودوه بعاصر البرتقال كما انه ممكن تستغنو على عاصر البرتقال ولا عاصر الحامض وتكتاب فيه يعني بالكريمة عادية وتنسموها بالفاني سوف يخلط العناصر مزيان اخواتي وهناك نضيف نصف لتر ديال الحليب بالتدريج وانا كنحرك باش ديك الكريمة ديك بودرة ديال الكريمة دوب لنا في الحليب وما تبقاش عندنا دوك دوك الكراكب هكا تبقاش مكراكب علينا عندنا في الحليب صافي اخواتي هنا حطيتها على نار هادية مع التحريك المستمر ما حيت شي دي منها حتى عقادت وتقالت شوية هكا كيف كتشوفو في الصورة صافي اخواتي هنحيدها على النار اغطيتها بلاستيك غدائي ملامس للوجه باش ما تديرش القشرة بالنسبة لمقادير ديال الكيك عندي اربعات البيضات كاس اللاروب سكر اه كاس اللاروب زيت نص كاس يكون وافي شوية ديال الحليب ملح فاني خمارة وقشرة ديال الحامض وكاس زائد كاس اللاروب ديال الدقيق وهنا اللوز افيلي للدسين ورشيشة الملح بطبيعة الحال بالنسبة للطريقة اخواتي خديت الاناء ديالي حقيت فيه البيض وطربتو شوية بالطراب الكهربائي مع واحد رشيشة ديال الملح ودابا غادي نضيف ديك كاس اللاروبع ديال السقال ونطرب مزيان هنا سرعة ديال الطراب كتكون مرتفعة شوية ومن بعد اخواتي مني نضيف ديك نص كاس وافي شوية ديال الحليب يعني ميات ميلي ليلتر اللي بغت تحسب بالميلي ليلتر ميات ميلي ليلتر صافي اخواتي كنطرب شوية بش نضيف الحليب غي شوية ما تبالغوش في الخلط وهنا خديت الكاس اللي ديال الدقيق كنخويه بالتدريج وانا كنستمر في الخفق غيب شوية بشوية بشوية بش ما تطيحوش ديك الحجم ديال لبعد بش ما يتفش ليكم الخالط ومن بعد خديت ماشر القرام ديال الخمارة يعني اللي في المغريب غي ديرو خمارونس 12 جرام واكيد اخواتي اه دقيق ره مغربل وهنا كنحاول نزيد ديك كاس اللي روب يعني في المجموع ديال دقيق هو كاس زائد كاس اللي روبع او تقدرو تعبرو بالميزان 170 جرام صافي اخواتي ديك نحاول نخلط مزيان بالباتر أنا كنكمل ديك ديك الكاس اللي روبع نكمل كله يعني ما ما زدت ما نقص صافي من بعد ما نسجمت لي يا جميع العناصر هنتو ما كتشوفو الخالطة ديالي كيف داير يعنيني كنهزوكي ديك الخط متاصل وهنا قسمت الجزئين متساويين او كما تقدرو تعبرو بالميزان خديت المول ديالي يا لبنات دهنتو بزبدة رشيتو بالطقيق أنا تحت ديرا ورق طبخ وخويت فيه الجزء الليول ديال العجين غير جزء الليول ديال الخالط وهنا نحاول نوزعه مزيان وندخل الفرن مية وثمانين دراجه ممكن ديرو غير مية وسبعين دراجه أخواتي العافية من الفوق ومن تحت واحد العشرة دقائق تلتناشن دقيقة ويتحمر لنا شوية من الفوق يعني يكون غيصفيفر هنا رجعت الكريمة ديالي حيت عليها ديك البلاستيك وكننحركها بالفوة باش تخفاف ضروري هاد المرحلة حركوها باش تخفاف للكون وضروري مني ندرناها في لون نغطيوها بديك البلاستيك ميكون على الوجه باش مديرناش القشرة هانتما كيف كاتشوفو الكيك ديالي خدا ديك اللوين شوية حمر غي شوية من الفوق دهبي يعني واخديت البنات هادي ماشي كريمة اللي كندير دابا هادي الجزء الثاني ديالي كنحاول ندوزه في الجناب كنسودي به ديك الجناب باش متخرج ليش منهم الكريمة كيف كاتشوفو هنا دابا هادي كنخوي الكريمة ديالي اللي حضرت قبل ولكن ما كانوصلش للجوانيب كنخلي هاتك واحد يلا رحته مزيان واحد سنتيم شتو ما كانوصلش تلجنب هادك السنتيم اللي مليه هو اللي كنت سوديتو بالطقيق بالعفوا بالخليط ديال الكيك الثاني صافي اخواتي هنا الجزء الثاني ديال العجين خويتو من الفوق صرحتو مزيان يعني تحصلت على واحد الوجه مستحنيشا وهنا الدزين كنرش باللوز افيلة ما يكونش محمرة لبنات يكون خضر ماشي محمرة برقائق اللوز كيف ما ممكن تستغنو على هاد الخطوة حتى تخرجوها من الفران وورشوها بالبلاسي ولا صافي اخواتي ارضيت الكيك ديالي الفران العافية من فوق منه الفران راح كان دايجة مطفيتوش يعني مين خرشتها مطفيتوش فاش كتكن خوي الكريمة دخلتها حتى تحمرت لي وكملت من نضرج ديالها طابت لي وتحمرت مزيان وهنا الدزين كيبقى اختياري انا اختارت هاد هاد البلاستيك هادا ديال الدزين حطيتو ورشيت اه سكار غلاسي او سكار سكيل باش حصلت على هاد الشكل هكده يعني تزيين بسيط وضروري البناس بعد دفعش تخرجوها من الفران على الاقل واحد ربعات سوايع خليوها تبرد من السيان باش الكريمة ديالنا اللي كينا في الوسط تماسك وتشد راسها وتبرد ضروري يعني ما تستهلكوهاش غي تخرجوها من الفران تاكلوها لا ضروري الكريمة تبرد هانتوما كنتشوفو اخواتي هنا قطعت لكم تريف باش شوفو كيف كنتجي يعني طبقة ديال الكيك من تحت طبقة ديال الكريمة في الوسط وطبقة ديال الكيك عوتاني من الفوق صراحة كنتجي رائعة ومنعيشة لعشاق الحامض ما تردوش تجربوها أخواتي هشيشة بزاف والماداق ما نقولش ليكم اغزالة صراحة تجربوها أخواتي باش تعرفوا علاش كان هدر نحن مرحلة التدوق صراحة كانت بنينا بسفة البنت نتمنى تجربوها وترضو علي في التعليقات وكانت منى الفيديو دياليوم ينال إعجابكم وينال استحسنكم واللي عجبوا الفيديو يبارتج في مواقع التواصل الاجتماعي ومع الأهل والأحباب وما تنسونيش من لايك ومن التعليقات الرائعة ديالكم شكرا لكم كلكم أخواتي بدون استثناء وشكرا لكل أخوات الجدد وإلى وصفة قادمة إن شاء الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجريعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر